ايران روسيا والصين على طاولة الناتو والبيان الختمي يطالب طهران بالتوقف عن امشطاتها الصاروخية الباليستية عشية اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السودان يبدأ استعدادا لاتفاق مرحلي مشروط حول سد النهضة دون مراسمي تسلم وتسليم حكومة اسرائيلية جديدة تبدأ مهامها وتطوي صفحة نتانياهو كانت هذه ابرز عنوين الليلة يقدمها لكم سهايب شراير ونتابع ضمن عنواننا الاول امين عام الناتو يقول ان ترسانة الصين النووية تتزايد بشكل لافت وبيكين تحيط برنامجها العسكري بغموض تام قبيل لقاء يجمع الزعيمين الرئيس الروسي بوتين ينفي شن حرب الالكترونية على الولايات المتحدة انتهت قمة الناتو في بريكسال داعية في بيانها ايران الى وقف كل انشطة الصواريخ الباليستية وادانة دعم طهران المالي والعسكري للميليشيات واتفق القادة على تعزيز دفاعهم المشترك ضد كل التهديدات من كل الجهات وفي الملف الروسي ندد القادة في البيان الختمي لقمة الحلف في بريكسال بالتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا ودعوا موسكو خلال قمتهم السنوية الى احترام القانون الدولي واتفق قادة حلف الناتو على ان الصين تشكل تحديا امنيا مستمرا وتعمل على تقويض النظام القائم على القواعد العالمية ويشعر القادة قادة حلف شمال الاطلسي بالقلق بشأن مدى سرعة تطويرها للصواريخ النووية ترجمة نانسي قبل إنه يجب أن نحن تنفيذ بطريقة مؤمنة حقاً. المؤمنين يستفقون أن نجد أن نحن تنفيذ بطريقة مؤمنة حقاً. وأن نحتاج أن نتفق مع كنا لتنفيذ بردنا حقاً. البيان الختمي لقمة الناتو أكد أن العلاقة مع روسيا في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. رئيس الأمريكي جو بايدن قال إن حلف الناتو حلف مهم للولايات المتحدة تيناول مرين لعilities حلف الناتو حلي inglو كبير وصرارات الناتو phultur مقابل ن sensitive ثم في سأحل مميز الجامعات فهم للع Pangא والإ置فاده لا موجود لتأשל!!!! اaga حرف أن التأثير حتى النام نتابع من باريس مع الكتبة السياسية مايا خضرة مايا أهلا بك معنا في العربية الليلة تصريحات عدة حول إيران روسيا الصين الحرب الإلكترونية وغيرها ما أهم ما قيل في قمة بلوكسال برأيك طبعا نتجة عن هذا الاجتماع اليوم تقرير مقتضب من 45 صفحة ولكن تخلل 79 نقطة هذه النقاط تركزت أولا على الدور الأمريكي الذي يرجع اليوم على ساحة الناتو والرئيس بايدن يعيد التزام الولايات المتحدة بشبكة تحالفاتها مع الدول الأوروبية وهذه الشبكة اليوم على رأس أولوياتها لائحة أولوياتها أولا ردع الخطر الروسي لأن الخطر الروسي هو خطر محضك جدا في القارة الأوروبية الروس في فرنسا مثلا البلد الذي يعيش فيه أرى أن يوجد هناك تغلغ الكبير إن كان على الصعيد الصحفي بعض الصحفيين الذين ممكن أن نقول أنهم نوعا ما مرتهنين للسلطات الروسية والكثير من رجال السياسة هذا أولا نتج عن هذا الاجتماع أيضا استراتيجية دفاعية جديدة وأربط الاجتماع اليوم والنقاط التي تم مناقشتها باجتماع رؤساء الوزراء الخارجية الأوروبيين في أبريل الماضي الذي في أبريل الماضي كان هناك كمى لوزراء الخارجية الأوروبيين الذين لددوا بالخطر الروسي عذرا عن المقاطعة هذه اللحمة الأمريكية الأوروبية خصوصا التي تتحدثين عنها تجعلنا نتساءل عن ما الذي تبدل مع أمريكا في عهد بايدن عن أمريكا في عهد ترانب لأن العلاقة كانت وقتها ليست كما هي الآن على ما يبدو هل عادت الأمور إلى مجاريها مع بايدن؟ طبعا عادت الأمور إلى مجاريها وهذا ما قاله بايدن في كمة السبع قال للأوروبيين أمريكا هنا وهو أعاد التزامه باتفاقية المناخ التي تم التوقيع عليها في باريس والتي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب وهو لا يلتزم نفس السياسة الترامبية أي أنه يلتزم بتحالفاته ولديه خطة مشتركة كانت سياسية أو دفاعية أو اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأمر الذي تغير كثيرا من عهد ترامب ترامب انسحب من كل هذه التحالفات ولم يكن على تنصيق لا على صعيد الملف النووي الإيراني ولا على صعيد التعامل مع روسيا حيث أن ترامب كان نوعا ما في وقت ما كان مقربا جدا من الرئيس بوتين حتى لذلك اليوم نرى مع بايدن الرجوع إلى السياسة الأمريكية التقليدية أي سياسة التحالفات مع الكارة الأوروبية والشبكة الأوروبيين مع التنبه وهذا أمر مستجد في قلب الناتو على الخطر التركي وهذه النقطة تم التداول بها أيضا اليوم نعم وأيضا كان هناك لقاء بين ماكرون وأردوغان تحدث عن هذه العلاقة المتوترة لكن مايا أخبريني كيف يعقل كذلك يجعل المرء يتساءل أن بايدن في قمة الأطلس في بروكسيل الحديث عن هذا الخطر الداهم لروسيا وسيلتقي بوتين في قمة بين الزعيمين في جناف طبعا هذين شيئين منفصلين جدا بايدن لو حتى سيلتقي هو بنظيره الروسي نهار الأربعاء بعد غد بايدن قال أن العلاقة الأمريكية الروسية هي في أدنى مستوياتها وأرى أن هذا اللقاء هو فقط لقاء بروتوكولي للتباحث في بعض النقاط أولا النقاط استراتيجية وتموضع روسيا في تحالفاتها كان مع إيران أو تقاربها مع الصين هذا أولا النقطة الثانية بايدن ملتزم أوروبيا أعيد التشديد على هذه النقطة وسيتم تداول الخطر الروسي في أوروبا وأمريكا ستحرص على ردع نوعا ما التدخلات الروسية في أوروبا لأن بايدن سيتكلم مع الرئيس الروسي عن الملف الأوكراني سيتكلم معه عن ملف بيلوروسيا أي النظام الدكتاتوري الذي تدعمه بشكل مباشر روسيا أيضا لذلك أرى أن هذا اللقاء الذي سيجري بعد غد هو لقاء بروتوكولي أكثر منه لقاء سياسي تنسيقي نعم شكرا جزيلا لك مايا خضراء الكاتبة السياسية كنت معنا مباشرة من باريس أهلا هذا وقال يانسي ستلتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي إن على الناتو أن يكون أكثر تماسكا وموحدا في مواجهة الصين وتكيف مع التحدي المتمثل في تصاعد نفوذ بيكين الصين باتت أكثر قربا مننا ما رأيناه على مر السنوات بأن هناك عمليات بناء ترسانة عسكرية متزايدة من قبل الصين وتقوم بالاستثمار بصورة كبيرة نرى الصين في المجال الجوي وفي أفريقيا وتستثمر في البنية التحتية لا بد لحلف الناتو أن يكون متماسكا كما أتوقع من الحلفاء أن يتفقوا على اللغة التي سنصدرها في البيان الختامي علينا أن نتذكر أنه في الأشهر الثمانية عشر الماضية لم يكن للناتو مثل هذه اللغة في مواجهة الصين الصين باتت تواجه العالم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الصين تشكل تحديا استراتيجيا جديدا لحلف الناتو وشدد على أن أعضاء الحلف لا يرغبون في الدخول في حرب باردة مع الصين أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالصين لا يوجد أي شخص حول الطاولة اليوم يريد الانزلاق إلى حرب باردة جديدة مع الصين أعتقد أن الناس يرون تحديات ويرون أشياء يجب علينا القيام بها معا مع الصين ويرون أيضا فرصا واعدة وأعتقد أنه يتعين علينا القيام بذلك معا التحالفات تكون ناجحة كما هو الناتو أنجح تحالف عسكري في التاريخ والذي يقوم بعمل جيد في حماية الناس في هذه القارة وما زال يفعل ذلك عدد الرؤوس النووية عالميا يرتفع والألف منها في حالة استنفار هذا السلاح المدمر مشاهدين في يد تسع دول فقط حول العالم ولكن خطره لا يزال ضخما روسيا والولايات المتحدة بريطانيا فرنسا الصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية يتقاسمون بينهم ما يقارب أربعة عشر ألف رأس نووي تسعون بالمئة من هذه الترسانة موجودة لدى روسيا والولايات المتحدة التي انزودتا في العام الماضي قواتهما العملياتية بنحو خمسين رأسا نوويا أما جميع الدول السبع الأخرى المسلحة نوويا إما تطور أو تنشر أنظمة أسلحة جديدة لنعد بالزمن قليلا لنفهم هذه الأرقام أكثر في العام 1968 وصلت أعداد الأسلحة النووية في العالم إلى سبعين ألفا وفي 2017 بدأ وكأن العالم قد اقترب خطوة من أن يصبح خاليا من الأسلحة النووية عندما وقعت أكثر من مئة دولة على معاهدة أممية لحظرها تماما لكن دولا تملك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا قاطعت هذه المعاهدة والسبب بعض من تلك الدول قالت أن المعاهدة لم تأخذ في الحسبان واقع الأمن الدولي وأن الردع النووي كان مهما للحفاظ على السلام لأكثر من سبعين عاما هذا الردع النووي الذي تحدثوا عنه فعل عبر التاريخ مرتين فقط إذ استخدمت قنبلة النووية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945 وخلفت دمارا كبيرا وخسائر هائلة في الأرواح استمر الإشعاع الناتج عن القنبلة التي سقطت استمر هذا الإشعاع عدة أشهر وقتل ما يقدر بنحو ثمانين ألف شخص في حين أودت القنبلة الثانية التي سقطت على مدينة نجازاكي بحياة أكثر من سبعين ألف شخص إذن لماذا حصل الأمر الآن على تسع دول فقط؟ من الناحية النظرية تستطيع أي دولة تملك التكنولوجيا والمعلومات والمشآت والمرافق اللازمة أن تطور أسلحة نووية لكن معاهدات لمنع انتشار هذه الأسلحة النووية تحدد الدول المسموح لها باقتناء هذا السلاح معظمها بسبب أنها صنعت واختبرت القنابل النووية قبل دخول المعاهدة حيث التنفيذ ولكن حتى هذه الدول ملزمة بتخفيض أعداد ما تمتلكه من رؤوس نووية كما لا يمكنها الاحتفاظ بتلك الأسلحة إلى الأبد لكن التقرير الحديث الذي نشره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أكد أن في العام 2021 زاد العدد بأكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة رأس نووية وهي زيادة أكبر من العام الماضي أبدى وزير الرأي السوداني ياسر عباس الاثنين استعداد السودان لتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إثيوبيا بشن سد النهضة الذي تبنيه بشروط تضمن استمرار التفاوض وأكد عباس أن المعلومات التي وصلت لبلاده أكدت أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ما سيؤثر بشكل مباشر على بلاده الأكثر تضررا من هذا الملء بحد قوله اقترب موعد الملء الثاني الذي وعدت به إثيوبيا التنسيق الدبلوماسي بين دول المصب مصر والسودان وصل لخيارين أولهما رسائل تبعث إلى مجلس الأمن لإطلاع المجتمع الدولي على ما تسميه التعنت الإثيوبي وتمسكها بنهج سياسة الأمر الواقع والخيار الثاني التعويل على موقف عربي عبر الجامعة العربية في قمتها الوزارية بالدوحة وزير الرئي السوداني يبدد المخاوف عن مزاعم تشكل اصطفاف عربي إفريقي بشأن سد النهضة ما أفتكر هو اصطفاف عربي إفريقي وإنما تسليط الضوء على التعنت الأسيوبي في عدم الوصول والإصرار على الإجراءات الأحادية في نهر دولي الوزير السوداني فتح الباب أمام إمكانية الموافقة على اتفاق جزئي يختص بالمل نسبة لضيغة الزمن السودان بيقبل بالاتفاق المرحلي ويفق الشروط الآتية نمرة واحد التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن نمرة اثنين يكون هناك ضمانة لاستمرارية التفاوض نمرة ثلاثة أن تكون هذه التفاوض حول الفترة الأولى والفترة الثانية ويفق برنامج زمني محدد شركة ساليني الإيطالية المسؤولة عن الأعمال الإنشائية لسد النهضة هي الآن في مرمى التحركات الشعبية في السودان التي بادر بها المتضررون من الآثار السالبة لسد النهضة وبعض الخبراء الذين عبروا عنها في مذكرة أعقبت وقفة احتجاجية محدودة أمام السفارة الإيطالية بما أن شركة ساليني بالمناسبة معها شركات أخرى نحن نعلم أنها برضو بالشارك في بناء سد النهضة وحقاق كل هذه الشركات في كافة المحاكم وفي كافة بغاء العالم في مرحلة الأمتار الأخيرة في سباق الملء الثاني أثيوبيا تصر على عملية الملء الثاني بينما مصر والسودان تتحركان سياسيا ودبلوماسيا لإثناء أثيوبيا عن القيام بأي إجراء أحادي تضار على إثره المصالح المائية لدول المصب محمد عثمان العربية الخرطوم ومن الخرطوم ينضم إلينا الدكتور عثمان التوم وزير الرئي السوداني السابق مرحبا بكم معنا دكتور عثمان ما المقصود بالاتفاق المرحلي المشروط الذي أبدت السودان استعدادها لعقده مع أثيوبيا والله أشكرك على الاستضافة أنا الليلة مبسوط جدا بأن أسمع هذا الكلام طلع من البروفيسور ياسر أنا أفتكر هذه خطوة متقدمة جدا وأتمنى أن يتلقفها الأخوة في أثيوبيا بجدية وأن يسيروا في هذا الطريق أما بالنسبة للإخوة في مصر فأتمنى أن يتفهموا هذا الأمر بالنسبة للسودان مهم جدا جدا أن يكون هذا الاتفاق المرحلي الناس تبصم على كل ما اتفق عليه في المسارات السابقة والمواضيع التي لم تحل حتى الآن يستمر النقاش فيها على ذلك لكن دكتور عثمان نحن نريد أن نفهم ما المقصود بهذا الاتفاق المرحلي الذي تريده السودان لأن سيد ياسر عباس وزير الرئيس السودان يتحدث على أن سد الروسيرس سيتضرر إذا لم يكن السودان يعلم حجم المياه التي ستأتيه من إثيوبيا في حال الملء الثاني للسد وبالتالي احتمالية ربما الغرق أو الفيضانات كبيرة بالنسبة للسودان وهي أكثر ضررا من مصر التي فيها السد العالي بعيد بألفي كيلومتر عن سد النهضة فما المقصود بالاتفاق سيكون تنسيق مع إثيوبيا أم ماذا نعم أنا أفتكر على أن سد الروسيرس يعني لا خوف عليه كثيرا من حكاية الغرق ولا خوف عليه كثيرا أيضا من حكاية العطش لأن أثيوبيا متمرر المياه من خلال الأبواب الاثنين السفليين وبالتالي هذا في الوقت الحالي كافي لكن سد الروسيرس يحتاج للمعلومات اليومية حتى يتم تنسيق تشغيل المنظومة كلها سواء كان سد الروسيرس أو السدود الأخرى أو المشاريع الزراعية التي تعتمد على النيل الأزرق في احتياجاتها يحتاج للمعلومات اليومية لذلك هذه المعلومات اليومية والبرنامج الواضح بكمية المياه التي تطلق لازم يكون في صرب الاتفاق المرحلي أن يتم هذا الاتفاق وأن يعمل عليه وأن يكون هناك تبادل آني للمعلومات وأن يكون هناك تنسيق مستمر بين سد الروسيرس وسد النضا هذا الاتفاق المرحلي يكون فقط بين إثيوبيا والسودان مصر ليست جزءا منه؟ مصر ممكن تكون جزء منه لكن تتفهم على أن المعلومات الآنية مطلوبة بالنسبة للسودان وليست مطلوبة بالنسبة لمصر لأن كما ذكرت السد العالي الآن به أكثر من 140 مليار متر مكعب 13.5 مليار لن تؤثر عليه كثيرا والفيضان هذا العام يتوقع أن يكون أعلى من المتوسط وبالتالي لن يشعر الإخوة في مصر بما يحدث في المرحلة الثانية زد على ذلك أن الاحتياجات الزراعة سواء كانت في السودان أو مصر في المرحلة الثانية يمكن الإطمئنان عليها بأنها لن تتأثر كثيرا ربما يتأثر السودان بالتوليد المائي وهذا يتم تداركه الآن بقدر الإمكان دكتور أرجو أن تبقى معي سأعود إليك لمناقشة زاوية أخرى من الموضوع قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن تفويت فرصة تعبئة سد النهضة خلال الشهر المقبل سيكبد بلاده خسائر كبيرة جاء تصريح أبي أحمد تزامنا مع توجه دول المصب لعقد قمة طارئة غدا بالدوحة تضم وزراء الخارجي العرب بعد فشل الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل توفقي بين مصر والسودان وإثيوبيا من جهته اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري أديسة بابا بالمماطلة وقال إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لديها لتوقيع اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة دكتور عثمان هنا أسألك في الخرطوم ما المأمول من قمة الدوحة واجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة في الدوحة بالنظر إلى فشل جميع المساعي السابق إن كان من الاتحاد الإفريقي أو من الولايات المتحدة أول حاجة أسمح لي بأن أدلي هنا برأيي شخصي أنا شخصيا حلين أو خطوتين لا أؤيدهما الخطوة الأولى الاستعمال القوى العسكرية لهذه المسائل التي تحل من خلال النقاش والخطوة الثانية موضوع جامعة الدول العربية لأنه حتى رغم أنه الوزير تحوط لهذا لكن برضو في نظر لو كنت أنا أسيوبي بنظر لها بأنه استفاف عربي ضد استفاف أفريقي وبالتالي أنا أفتكر على أنها خطوة ليست في الطريقة الصحيح أنا أفتكر على أنه كان حقه يعني نبعد موضوع سد النهضة أبدا من الوحدة لجامعة الدول العربية وأن نحاول أن نحله في الإطار الأفريقي لأنه هذا يعقد الأمر أكثر مما يعني يحله ومتأسف درائي شخصي بحث نعم طيب ولكن لماذا تعتقد لكن المساعي السابقة المساعي الإفريقي إن كان أو حتى الأمريكي يعني لم يتوصل إلى أي نتيجة لم يتوصل في إقناع السود الإثيوبيا على الأقل التوقف عن الملء الثاني أنا ما أفتكر على أنه كان مطروح فكرة التوقف عن الملء الثاني يعني في نقطة أنا أحب أوضحها ووضحها بكل وضوح شديد الملء الأول وملء الثاني وكل المراحل السبعة لم يكن هناك اختلاف بين الدول الثلاثة تكونت لجنة من العلماء في الدول الثلاثة ووافقت على المراحل الثلاثة من ناحية مبدأ ورفع الأمر للوزراء للموافقة عليه مصر طلبت أن ترجع لتتشاور في ذلك الحصل أنه بعد كده في الاجتماعات التي كانت في واشنطن مصر وقعت بالأحرف الأولى من ضمن الحياة الوقت عليها هي المراحل السبعة خاصة من مرحلة الملء الأول والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية معنا أكيد أن مصر من الأساس وحتى الآن من ناحية مبدئية ليست ضد المرحلة الثانية المرحلة الثانية بالنسبة لمصر لا تمثل أثر كبير تعمل أثر كبير بالنسبة للسودان في التفاصيل وليس في المبدأ أشكرك دكتور عثمان التوم وزير الرأي السوداني السابق كنتم معنا مباشرة من الخرطون هذا وقطع رئيس لجنة الوساطة في جنوب السودان المستشار توت قلواك بأن يوما واحدا سيكون المهلة المحددة لنهاية جولة المفاوضات الأولى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قطع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو وهدد قلواك بتعليق المفاوضات في حال لم يتوصل الطرفان الاتفاق الوساطة الجنوبية وكانت قد منحت طرفي التفاوض أسبوعا لتجاوز نقاط الخلاف إلا أن الطرفين فاشلا في تجاوز العديد من النقاط المختلف عليها العربية الليلة مستمرة وفيها بعد فاصل في ذكرى سقوط الموصل الكاظمي يطلق حملة لملاحقة فلول داعش قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية تهريب أسلحة عند الحدود مع الأردن وفي بيان للجيش الإسرائيلي أكد أنه تم ضبط عدد من الأسلحة واعتقال عدد من المشتبه بهم كما تجري عملية تمشير للبحث عن متورطين آخرين وأضافت إسرائيل إن جنديا من قوات الاحتياط أصيب أثناء اشتباكات خلال هذه العملية بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد أن تسلم وزراؤها مهامهم رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية قال إن على إسرائيل أن تستعد للعودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران مستبعدا التواصل إلى حل نهائي مع الفلسطينيين خلافا للتقليد المتبع امتنع نيتانياهو عن إجراء مراسم تسليم وتسلم علنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت واكتفى بلقاء قصير معه فيما تسلم الوزراء الجدد مهامهم رسميا والتقطت الصورة التقليدية للحكومة الجديدة في مقر رؤساء إسرائيل لن نتوقع حدوث انطلاقة نحو حل نهائي مع الفلسطينيين لكن هناك الكثير لفعله لتحسين حياتهم على حماس أن تعرف أن هذه الحكومة لن تتردد في الرد بقوة على إطلاق السواريخ لكن سرعان ما تراجعت الأجواء الاحتفالية بما فيها الاحتضان الأمريكي والدولي للحكومة الجديدة لصالح التحدي الأمني الذي تركه نيتانياهو لها مسيرة الأعلام الاستفزازية الثلاثاء التي تضع إسرائيل وفق براقبين أمام معدلة فإما تغيير المسار خوفا من تهديدات حماس وتثبيت معادلة أن القدس صاعق للمواجهة أو السماح بقيامها مع احتمال اشتعال الوضع ميدنيا على المقلب الآخر عبر الفلسطينيون عن ارتياحهم لسقوط حكم نيتانياهو لكنهم لا يرون تغييرا جذريا ويخشون استمرار التصعيد في ذل الحكومة الجديدة نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتلي بينت دعم الاستيطان وحاصة في المناطق المسماجين ونجدد التأكيد بأن شعبنا سيواصل تصدي لتلك المحاولات التي مارسها سلفو تحريك المياه الراكدة على المصار الفلسطيني قد يصبح خلافيا بين تل أبيب وواشنطن كما ملف النووي الإيراني فحكومة بنت لبيد المستندة إلى ائتلاف هش يتربص به نيتانياهو وكتلة اليمين لن تقوى على اتخاذ قرارات دراماتيكية بسبب تناقضاتها الداخلية أساسا زياد حلبي الحدث نذهب الآن إلى موجز بأهم أنباء هذه الليلة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده من تنامي قدرة حلف شمال الأطلسي في الفضاء الإلكتروني وقال بوتين أنه من السخف اتهم روسيا بشن حرب إلكترونية على أمريكا دون أن تقدم الأخيرة دليلا على ذلك أيدت محكمة النقد المصرية أحكام الإعدام على 12 من قيادات الإخوان في قضية فضي اعتصامي ربعة ومن ضمن الذين أيدت بحقهم أحكام الإعدام مفتي الإخوان عبد الرحمن البر والقياديان محمد البلتاجي وصفوة حجازي إضافة إلى أحمد عارف المتحدث السابق باسم الإخوان صرح المتحدث باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم علقت ليوم غد ثلثاء بعدما نشب شجار ومشدات كلامية بين النواب إثر خلافات على بعض الملفات فيما تعالت الأصوات ورفعت الجلسة حسب ما نقل بث مباشر للجلسة جدد وزير الرئيس السوداني رفض الخرطوم للإجراءات الوحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملء سد النهضة وقال في المؤتمر صحفي إن إثيوبيا ستواصل الملأة للعام التالي بغض النظر عن نتيجة المباحثات اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي ونواب كتلتها اللجنة المالية في البردمان بالتسطر على ملف الفساد والتعمد في تأخير الموازنة المالية كما طالبت موسي ونواب الحزب الدستوري الحر برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن يمين نتنياهو الحكومة الجديدة بحكومة الكراهية وخلال اجتماع مع قادة الأحزاب اليمينية أكد نتنياهو أنه سيطيح بالحكومة الجديدة في وقت سريع مؤكدا أن حكومة بنت ولابيد تشكل خطرا على إسرائيل تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها اليميني نفتري بنت تتألف من 27 وزيرا بينهم 9 وزيرات ومن بينهم كذلك وزراء عرب منهم عيساوي فريج الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي لنلقي نظرة مفاصلة أكثر على هذه الحكومة في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر شاهدنا نقطع التقرير ونذهب لكلمة الرئيس جو بايدن هكذا وجهنا التهديدات أخرى إن هذه هي قوتنا الأعظم وبينما نواجه تحديات المستقبل وكل شخص في تلك القاعة تفهم هذا التقدير بأن أمريكا قد عادت تحدثنا عن أعمال روسيا العدوانية وهذه يتمثل تهديد للنيتو ولأمننا الجماعي لذلك نحن اجتمعنا مع بلدان بوخارسة التسعة قبل القمة والتقينا اليوم أيضا مع قادة ثلاثة من دول البلطيق فيستونيا واللاتفيا والمقدونيا وقد تقسمنا مع ما سأقوله لرئيس بوتر لكن نسعى للصراع مع روسيا لكن سنرد على أنشطة روسيا الخبيثة المستمر ولن نتهاون عن دفاع عن حلف شمال الأطلسين نحن ندافع عن القيم الديمقراطية وكحلفة أكدنا أيضا دعمنا المتواصل لسيادتي والوحدة أراضي أوكرانيا واتفقنا على التنسيق المستمر بشأن الردع النووي ومراقبة التسلح وكذلك الاستراتيجية وكان هناك تواقف قوي في القاعة بين القادة في ذلك الاجتماع بشأن أفغانستان قواتنا سوف تعود إلى أوطاننا واتفقنا أن التزاماتنا الدبلوماسية والاقتصادية وسياسية ودعمنا لقوات الأمن والدفاع الأفغانية سوف تستمر وأرحب اعتراف حلفائنا وشركائنا بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر لضمان أن أفغانستان لن تعود أبداً كملاد آمن لأولئك الذين ينوفدوا حجمات ضد بلداننا بينما نتصدى لشبكات الجماعة الارهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأشعرت بابتنان كبير بأننا كحلف تبنين خطة واسعة النطاق حتى يتمكن الناتو من واجهة تحديات اليوم والمستقبل وليس تحديات الأمس أجندة نيتو عشرين ثلاثين واتفقنا أيضاً على نوفر الموارد لتنفيذ هذه الأجندة بشكل كامل المرة الأخيرة التي أعد فيها الناتو خطة كهذه كان في عام الفين وعشر عندما كان ينظر لروسيا كشريك ولم يتم الإشارة إلى الصين على الإطلاق تحدثنا عن تحديات النظامية على المدى البعيد والتي تمثلها الصين لأمننا المشترك اليوم واتفقنا على البدل المزيد لتعزيز قدرة البناء التحديية للصمود بما في ذلك مقدم الخدمات اللاسلكية والطاقة ووافقنا على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الديمقراطيين في المحيطين الهادي والهندي لتصدي تحدي تلك المنطقة وتبنينا أيضا سياسة دفاع سيبراني جديدة وهذه أول خطوة على مدى السنوات الماضية لتعزيز قدرة التصدي لتهديدات السيبرانية من الفاعلين من الدول وغير الدول وقد تبنينا أيضا خطة عمل الأمن المناخي قبل سنوات لم يعتقد الكثب أن ذلك ممكن وذلك لخطف الانبعاثات في مشاهة النيتو وتأقل مع المخاطر التي يمثلها تغير المناخي ونحن نركز على التصدي للتهديدات بشكل وثيق وآخيرا اتفقنا من بين أهم المهام المشتركة فيما بيننا وهو تجديد وتعزيز قدرة ديمقراطيتنا على السمود وعلينا أن نثبت للعالم ولشعوبنا ذاتها بأن الديمقراطية يمكن أن تنتصر ضد تحديات أوقاتنا وكذلك تلبي احتياجات شعوبنا إن اجتثاث الفساد الذي يخنق قوتنا والتصدي لأولئك الذين ينشرون الكراهية والانقسام لاعتبارات شعبوية والاستثمار في المؤسسات التي تحمي قيامنا الديمقراطية وكذلك حماية الصحافة الحرة والقضاء المستقل كل تلك النقاط كانت على جدول العمال هذا هو الدليل بأن ديمقراطينا وحلفنا يمكن أن ينتصر ضد تحديات وقتنا وكذلك يلبي احتياجات شعوبنا وسينظر إلى ذلك بعد 25 عام فيما إذا كنا قد واجهنا التحديات لأن هناك الكثير من الأنظمة الاستبدادية التي تتحرك بسرعة أكبر وبنجاح أكبر بطريقة لم تتحق من ذلك الديمقراطية لكنها سنثبت أنهم مخطئون ولان أنا سعيد بالرد على أسئلتكم ABC سيسيل فييل شكرا سيدي ومساو الخير أشرتم إلى قمتكم مع فلاديمير بوتين وقال أعمال روسيا العدواني أود أن أطرح سؤالين بهذا الشعب هل تعتقد أن المشاركة في هذه القمة لا يدفع الأمريكي لانتظار كثير من هذه القمة هل لك أن توضح لأن ما سيكون عليها أو ستكون عليه قمة ناجحة ثم أطرح عليك السؤال التالي وهو يتعلق بلقائك ببوتين من قبل ماذا تعلمت من ذلك وما هي نظرتك عندما ستلتقي برئيس سابق للكيجيبي سيقول لك ذلك بعدما تنتهي القمة أنا في الواقع قمت بذلك لفترة طويلة من الزمن طبعا لا يمكن أن يتم التفاوض أمام الإعلام العالمي فيما وإشارة إلى قضايا حاسمة مع خصم أو ما يمكن أن يكون خصم ولكن سأقول لك التالي سوف أوضح لرئيس بوتين بأن المناطق التي يمكننا التعاون فيها إذا اختار ذلك وإذا اختار عدم التعاون وتصرف بطريقة كما فعل في الماضي فيما يخص لمن الصيبراني وأنشطة أخرى عندئذ سوف نرد على ذلك يجب أن نقرر بأنه من مصلحتنا الشرق المشتركة ومصلحة العالم نتعاون بيننا ونرى فيما إذا كان ذلك ممكن والمجالات التي لنتفقوا فيها سأوضح ما هي الخطوط الحمر لقد التقيته هو ذكي وهو شديد وصعب ووجدت أنه كما يقال هو خصم جدير بالاهتمام وسأتحدث إليكم عن القمة بعدما تنتهي وما هي القضايا التي نوقشت وعطي الكلمة إلى نانسي جوردن من شبكة سي بي اس شكرا سيد الرئيس لدي أيضا سؤالة بشعني فلاديمير بوتين أول سؤالين هو هل عبر أي قائد التقيته القلق بأن اجتماعك مع رئيس بوتين في هذا المرحة متقدمة مع بوتين بأنك وكأنك تكافئه ما هو سؤالك الثاني السؤال الثاني هو ما معنى ذلك للعلاقات الروسية الأمريكية إذا مات أليكسي نافالني في السجن كل قائد في العالم كعضو في حلف النيتو تحدث اليوم وشكرني على الالتقى برئيس بوتين الآن كل قائد من القادة الذي نتحدثه وأعتقد كان ثمة حوالي عشر أو اثنين عشر قائدا قالوا إنهم سعادة بأنني سألتقيه وأعتقد أن الوقت مناسب جدا ومناقشاتي معهم بشأن ما هي القضايا المهمة بالنسبة لهم وكذلك ما هي القضايا غير المهمة والشيء الجدير بالاهتمام هو وأنا هنا لا أنتقد الصحافة ولكن بشكل عام فإن ترون أنني أتصرف بطريقة ربما مبكرة جدا كل ما تحدثت إليه في السر أو في العلم هذا لا يعني أن هناك من القادة وليس من المستبعد أن هناك رؤساء دول قد يريدون أن يقفوا أمام عشرين قائد آخرين يقولون أنهم على حق بالتقى برئيس بوتين ولكن كان هناك الكثيرون الذين عبروا عن ترحيبهم بهذا اللقاء ربما هناك البعض الذي قد يكون له بعض الأراء المخالفة بالنسبة لموت نفالني سيكون ذلك مؤشر إضافي بأن روسيا ليس لديها النية في تقيد بحقوق الإنسان الأساسية أو لديها القليل من ذلك سيكون هذا مأساة وهذا سيودي إلى الإضرار بعلاقات روسيا مع بقية بلدان العالم برأي وكذلك معي أعطي الكلمة الآن إلى جيف سولني من قناة سي أنن مساء الخير سيد الرئيس شكرا لك الرئيس فلاديمير بوتين خلال مقابلة تلفزيونية ضحك عندما طرح عليه السؤال بشأن نعتك إياه بالقاتل ما ردك على ذلك وهل تعتقد أنه إذا اتفق على تعاون ما هي التحديات التي ستواجهها وكيف يمكن لك أن تثق به ما رأيك بفلاديمير بوتين أريد أن أجيب على سؤال الأول أنا الواقع أضحك أيضا هو أوضح الجواب هو باعتقادي هو أنه أقر فيما مضى هناك أمور كان يمكن أن يقوم بها أو قام بها ولكن عندما طرح عليه هذا السؤال أجبت بكل صدق لا أعتقد أن هذا له الكثير من الأهمية في القمة التي سنعقدها أما السؤال الثاني فهو يتعلق به التعاون بينكما أولا سأتحقق من الثقة وأريد أن أرى كل ما يتم الحديث عنها أو تعاهد به الأمر يتعلق بأثقة وإنما بالاتفاق بيننا فعندما يتم توصل إلى معهدات مع الخصوم لا يقول المر أني أثق بكم ولكن هذا ما سأتوقعه وإذا تم انتهاك المعاهدة ستنتهي سلاحيتها يحدوني الأمل بأن رئيس بوتين سوف يستنتج بأن ثمة بعض المصلحة له في أن يغير الرأي العالم تجاهه فيما يخص مشاركته أم لا في تصرف يتسق أكثر مع ما ينظر إليه على أنه سلوك ملائم لرئيس دولة هان جيرن من جريدة الواشنطن بوست شكرا السيد الرئيس في هذا الاجتماع وكذلك خلال قمة مجموعة السبع قلت مرارا أن أمريكا قد عادت وبعض الحلفاء لهم موقف مرتبك فيما تعلق بما حدث في سادس من يناير وهم أيضا يشعرون ببعض القلق إذا نفوذ وتأثير الرئيس السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري ماذا قلته لهم قلت لهؤلاء القادة فيما يخص بتنفيذ الوعود التي تقطعها أمريكا على نفسها ما قلته لهم هو راقبوني أن أقول لهم فقط وكما قلت من قبل الناس لا يشكون فيما أقوله وهم يعتقدون أنني أفي بوعودي أن لا أقدم أي وعود لأي شخص بأنني وعود لا أعتقد بأنني أستطيع أن آفيا بها دعوني أعبر عن ذلك بما هو آتين الكثير من الأشخاص أعتقدوا أن ظهوري في قمة مجموعة السبع لن يؤدي إلى أي حماس إزاء القيادة الأمريكية وأود أن أقول أن ذلك لم يتحقق وأستطيع أن أقول أن ثمت أو أن القادة الذين أتعامل معهم في حلف النيتو ومجموعة السبع هم قادة يعرفون تاريخنا الأمريكي والشخصية الأمريكية وكذلك الموقف الأمريكي ستعلق الأمر بالديمقراطيين أو الجمهوريين نحن دولة محترمة وأعتقد أن هؤلاء القادة رأوا أمور تتحقق أصابتهم بالصدمة والمفاجأة ولكن أعتقد أن الشعب الأمريكي لا يمكن أن يقبل سلوك من هذا القبيل ولا أريد أن أخوض في الأرقام لأن هناك الكثير من الأكذيب بينها الإحصائيات ولكن أعتقد أنه من الملائم أن أقول أن الحزب الجمهوري أرقمه تضاءلت بشكل كبير وقيادة الحزب الجمهوري تفتتت وسيطرت ترامب على حزب الجمهوري يمثل ققلية كبيرة في الجمهور الأمريكي والمواطني الأمريكي لكننا سنرى وأعتقد أنه من خلال تبني موقف واضح والقول ما نؤمن به بدون الخوض في أي مسائل يخوض فيها الكثيرون اليوم وأعتقد أن التجربة هي خير برهان عندما قلت سوف أتعامل مع هزيمة الفيروس أركز على ذلك وسوف أقدم الملايين من الجرعات إلى المواطنين الأمريكيين كنت أعرف ما المساعدة التي أحصل بها من وزارة الدفاع ومن الشرطة ومن المستشفيات ومن الأطباء المتقاعدين وانظروا إلى التقدم المحرز حتى الآن مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا الأخذ اللقاح وهناك مجموعة من الأشخاص يخشون أن يلقح ولكن أعتقد أنني استطعت أن نولد الدعم الذي أدى إلى الملايين من الأمريكيين الذين يقبلون التطعيم إذن أعتقد أنها صدمة ومفاجأة إذا أما حدث فيما يتعلق بتداعيات شعبوية الرئيس ترامب وأنه الأمر يصيب بخيبة الأمل بأن زملاء اللي في الحزب الجمهوري في مجلس يوخ قد ترددوا في الواجهة أو القيام بالتحقيق لأنهم كانوا يكترثون بالانتخابات الأولية ولكن في نهاية المطاف نحن مررنا بمرحلات مماثلتين في تاريخ الأمريكي حيث ترددنا في اتخاذ موقف بشأن يعادة انتخاب الرئيس بسبب موقف الحزب أعتقد أن هذه المرحلة سوف تمر ومن المهم أن أنجح في الأجندة التي تبنها سوى تعلق الأمر باللقاح أو الاقتصاد أو البنية التحتية من المهم أن نثبت أننا يمكن أن نحرز تقدم ونوصل القيام بذلك وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك وكما قلت فإن التجربة أو التجربة هي دليل بعد شهور وأعتقد أن بمشيئة الله سوف نحرز التقدم والكثير من الجمهوري لسيما الشباب منهم سوف يقتنعون بذلك السؤال الأخير إلى الوكالة الأنباء الفرنسية أو الصحافة الفرنسية شكرا سيد الرئيس أوكرانيا ترغب بجواب واضح نعم أم لا فيما يتعلق بالمشاركة في خطة عمل النيتو ما هو جوابك الثاني من نفس السؤال ندرك أن الروسيا قد غزت جزءا من أراضي أوكرانيا هل ذلك سيستبعد أوكرانيا من عضوية النيتو بالنسبة لسؤال الثاني الجواب هو كلا أما بالنسبة لسؤال الأول هذا يتوقف عن تلبية الشروط فهناك مسألة مكافحة الفساد وتلبية شروط أخرى للانضمام إلى خطة عمل النيتو إذن هذه هي القضية يجب أن ننتظر لنرى وفي غضون ذلك سنبذل كل ما نستطيع من أجل جعل كورانيا في موقف يسمح لها بمقاومة العدوان الروسي وهذا لن يتوقف علي فقط فيما كنا سنستخلص بأن أوكرانيا يمكن تنضم لعدوية النيتو هذا يتوقف على الحلف ولكنني أدرك شيئا وهو أن عليهم أن يقنعوا هذا ليس بالأمر الهيئ لقد لقيت خطابا قبل سنوات لرادة وقلت أن أوكرانيا لديها شيء يمكن تحققه لم يحدث في تاريخها وهو الإنتاج الدولة ديمقراطية لا تقودها لقلية أثرية وفي تلك الكلمة قلت أن هذا سيؤدي بهم أن يسجل في التاريخ كأباء مؤسسين لأوكرانيا وهكذا ذلك لا يبرر أن لدى أوكرانيا المزيد عليها القيام به إن روسيا تتصرف بعدوانية في دونباس وفي بحر لديتيك أو في أراضي أوكرانية وسوف نجعل أوكرانيا قادرة على تعمين سلامتها شكر لكم جميل وشكر لكم على انتظاركم لهذا الوقت المتأخر إذن المشاهدين الكرام كان هذا الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثا من بريكسيل العاصمة البلجيكية في ختم قمة حلف شمال الأطلسي جانب كبير من المؤتمر الصحفي من أسئلة الصحفيين استأثرت بها القمة المنتظرة بين الرئيسين جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جونيف السويسرية في ظل التوتر الشديد في العلاقات وما قيل في هذه القمة عن التصرفات العدوانية لروسيا ضد دول حلف شمال الأطلسي لأن الحلف يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة في الحلف هو اعتداء على كل الحلف شمال الأطلسي لعل ردت فعل جو بايدن خلال هذا المؤتمر الصحفي الضاحكة كانت لافتة كذلك بنظر إلا أنه سئل عن تعليقه أو رده على أن بوتين سئل في لقاء مع قناة أمريكية عن سؤاله عن نعت بايدن له بالقاتل هنا ضحك بايدن في المؤتمر الصحفي ثم سكت ثم قال أنه عندما قال هذه الكلمة كان يتحدث بصدق عندما وصف جو بايدن عندما وصف بوتين بالقاتل ولكنه قال أضاف أردف يضيف قائلا أنه لا يعتقد أن هذا سيكون له أي أثر على لقائنا يقصد لقائه برئيس الروسي فلاديمير بوتين في جونيف طبعا مشاهدين هذا الموضوع وأيضا مخرجات هذه القمة سنتابعها مع ضيفنا من موسكو في الساعة الثانية بعد قليل فيتسلاف ماتصوف المحلل السياسي الروسي ابقوا معنا نلتقي بعد دقائق معنا إيران روسيا والصين على طاولة النيتو والبيان الختمي طالبوا طهران بالتوقف عن أنشطتها الصاروخية الباليستية إذن قمة النيتو هي عنواننا الأول في هذه الليلة ونتابع أيضا ضمن الساعة الثانية محكمة النقض المصرية تؤيد أحكام الإعدام بحق 12 قيديا إخوانيا في قضية اعتصام ربعة في مقابلة مع العربية أحمد نجاد يؤكد على إمكانية توسيع نطاق التعاون بين إيران والسعودية بريطانيا ترجع رفع قيود المرحلة الرابعة والأخيرة المفروضة بسبب كورونا أربعة أسابيع إضافية أهلا بكم من جديد أنتم تتابعون العربية الليلة في ساعته الثانية إذن انتهت قمة حلف شمال الأطلسي النيتو في بريكسيل داعية في بيانها إيران إلى وقف كل أنشطة الصواريخ الباليستية وإدانة دعم طهران المالي والعسكري للميليشيات واتفق القادة على تعزيز دفاعهم المشترك ضد كل التهديدات من كل الجهات وفي الملف الروسي ندد القادة في البيان الختمي لقمة الحلف في بريكسيل بالتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا ودعوا موسكو خلال قمتهم السنوية إلى احترام القانون الدولي واتفق قادة حلف النيتو على أن الصين تشكل تحديا أمنيا مستمرا وتعمل على تقويض النظام القائم على القواعد العالمية ويشعر القادة بالقلق شأن مدى سرعة تطويرها للصواريخ النووية ترجمة نانسي قنقر وأكد البيان الختمي لقمة الناتو أن العلاقة مع روسيا في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة بايدن يؤيد بوتين بأن العلاقات بين بلدهما وصلت إلى أدنى مستوياتها إذن تصريحة الرئيس الأمريكي تأتي قبل اللقاء المرتقب مع نظره الروسي في السادس عشر من الشهر الجاري في جونيف توتر العلاقات بين البلدين ازداد مؤخرا بعد التطورات في أوكرانيا والتحرك العسكري الروسي العسكري هناك وستحظى ملفات التجسس والقرصنة والتدخل في الانتخابات الأمريكية بتركيز كبير بين الزعيمين في هذا اللقاء الرئيس الروسي فرادمير بوتين عبر عن قلق بلاده من تنامي قدرة حلف شمال الأطلسي في الفضاء الإلكتروني وقال إن واشنطن لم تقدم دليلا على اتهامها لروسيا بشن هجمات إلكترونية إذن ويبدو أن علاقة روسيا في أدنى مستوياتها ليس مع الولايات المتحدة وحسب بل مع بريطانيا أيضا حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على موسكو أن تغير تصرفاتها إن أرادت تحسين علاقاتها مع لندن آمل دائما أن تتحسن الأمور مع روسيا لكن الأمور حتى الآن مخيبة جدا للآمال من وجهة نظر المملكة المتحدة عندما التقيت بالرئيس بوتين أخبرته أننا مستعدون للقيام بالأشياء بشكل مختلف ومستعدون للحصول على علاقات أوثقة وأبلغته أن عليه تغيير الطريقة التي يتصرف بها وتذكرون ما حدث في سالسبري عندما واجه أفراد أبرياء من العام التسمم وفقدت امرأة حياتها بشكل مأساوي وهذه ليست طريقة للتصرف حلف النيتو وقف حينها إلى جانب بريطانيا وأعتقد أن الرئيس بايدن سيوجه بعض الرسائل القوية إلى الرئيس بوتين عندما يلتقيان في الأيام القليلة المقبلة وقبل قليل وعد رئيس الأمريكي جو بايدن بأن يحدد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب الأربعة في جونيف ما هي خطوطه الحمراء إذن المزيد حول هذه القمة المنتظرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي نعرف أكثر منك لنا حسب الله مساء الخير في هذا التقريب مساء النصائب إذن وص أجواء تنبئ بحرب باردة بين روسيا والولايات المتحدة تأتي قمة مرتقبة بين رئيسي البلدين سيتناولون فيها الاستقرار النووي الاستراتيجي وتدهور العلاقات بين الكريملين والغرب هذا التدهور وصل لدرجة رفض جو بايدن الوقوف بجانب فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما المقرر عقده الأربعاء حيث قال البيت الأبيض إن المؤتمر الصحفي المنفرد هو الصيغة المناسبة لنقل الموضوعات التي أثيرت خلال الاجتماع إذن من أوكرانيا إلى مصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية لا شك أن الملفات الخلافية بين الرئيسين ستكون صعبة الأمر الذي أكده بايدن في ختام اجتماع قمة نيتو قائلا أنه سيوضح لبوتين الخط الأحمر في التعامل مع الولايات المتحدة إذن لقاء ليس من المتوقع أن يكون وديا لا سيما أن الرئيسين كثفا العقوبات والعقوبات المضادة منذ ستة أشهر وربما الأمر الأخطر من ذلك تطاير التصريحات الحادة بين الرئيسين ابتداء من بايدن الذي عاد ليؤكد من قمة نيتو أنه كان يتحدث بكل صدق عندما وصف بوتين بالقاتل في تحزيط التعامل في شكوئ، ببعض أكثر من الوصف بشأنه كان يتحدث بكل صدق عندما يتحدث بكل صدق عندما أرى أنه كان يتحدث بكل صدق عندما يكون فوتين سبق ورد على هذا الاتهام الحاد خلال اللقاء له مع الشبكة MBC News. لنرى ماذا قال. ماذا قال. في المقابل اعتبر الرئيس الروسي أيضاً أن العلاقات مع الولايات المتحدة تدهورت إلى أقصى حد في السنوات الماضية. وهو تعليق رد عليه بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع ببريطانيا. على رأسه قائمة الخلافات بالطبع الهجمات المعلوماتية السيبرانية التي لطالما اتهمت أمريكا روسيا بالوقوف وراءها. والتي لطالما نفاها بوتين. قائلاً إن أمريكا لم تتكبد ولا مرة واحدة عناء تقديم أدنى دليل. التطور الإيجابي الوحيد في العلاقات الروسية الأمريكية. هو تمديد اتفاقية نيو ستارد في فبراير. وهو آخر اتفاق قائم حول خفض الأسلحة بين الخصمين. وفيما أكد بوتين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع روسيا. تحدثت موسكو ربما بواقعية أكثر. قائلة إنها ليست لديها أي أوهام بشأن القمة. وتأمل في أفضل الأحوال في إحراز تقدم في مسائل الاستقرار الاستراتيجي. أما بالنسبة للخبراء فإن رئيسين سيحرصاني في نهاية المطاف على إعطاء مواجهتهما شكلا يكون قابلا أكثر لتوقع مساره. عود إليك صهيب. شكرا لينا. إذن نتابع الموضوع من موسكو مع الدبلوماسي روسي السابق فيتشسلاف ماتازوف سيد فيتشسلاف. أهلا بك معنا. إجماع في قمة حب شمال الأرطلسي نسمع الكلام يتردد من يانس ستلتنبرغ من القادة في الحلف. ومن الرئيس بايدن بالفعل. إقرار بأن العلاقة مع روسيا في مستوى متدن جدا. وربما في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. ما هي الأسباب برأيك التي تدفع الحلف لقول هذا؟ يعني سبب واحد أن روسيا خرجت من تلك الحالة التي كانت فيها خلال 30 عام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أنها كانت في نفس الخط الذي كانت يأمرها من واشنطن من الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا أصبحت موقف مستقل وليست موقف متحد. لكن سيد فيتسلاب، هل تعني أن روسيا وقتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت ضعيفة؟ الآن روسيا باتت قوية تستطيع أن تكون ندا للند مع أمريكا وباقي دول حلف شمال الأطلسي؟ طبعا. روسيا فقدت إرادة السياسية للقيادة الروسية. أيام يلتسن وحتى أيام سنوات الأولى لغالديمير بوتين. ما كانت روسيا لحتى 2012 في نفس المستوى الذي هي موجودة اليوم. في 2012 عندما بدأت تحريق أمريكي لكييف لتهدير الأمريكي لميدان لتمرد ضد السلطة الأوكراينية. لكن سيد فيتسلاب لقيادة روسية أمر واضح أن روسيا تقتل خطر. أمن القوم الروسي. الغرب عموما يقول أن مشكلته مع روسيا أنه هي دولة بوليسية أو دولة قمعية. تعتدي على الغير مثلا استيلائها على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. الوضع في بيلاروسيا. الهجمات القرصنة الإلكترونية. التدخل في الانتخابات الأمريكية. وأخيرا وليس آخرا قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني. هم يقولون أنهم يريدون من روسيا أن تكون دولة تحترم حقوق الإنسان. وتحترم الحريات كذلك. ولا تعتدي على باقي الدول. ونحن كذلك نرجو من ولايات المتحدة أن يحترموا القانون الدولي عن عدم التدخل في أمور الداخلية لدول أخرى حتى لا يتقرر أحداث في ليبيا، أحداث في إراك، أفغانستان وغيرها. مناطق عديدة في العالم أن يمكن أن ندل على أمريكا أن هذا تصرف غير شرعي. وحتى تدخل أمريكي في أوكرانيا. إنقلاب العسكري منبسك من نشاط استغبارات الأمريكية. ونائب رئيس أمريكي جو بايدن ذلك الحين كان يشارك في مظاهرات واجتماعات الحكومة الأوكراينية على رأس الطاولة. بدلاً لرئيس وزراء أوكرايني ذلك الحين. نعم. لذلك نحن عندنا اتهامات متبادلة. نعم. ليس هذه قضية الاتهامات؟ قضية واحدة. الآن نحن قبيل... وقضايا حقوق الإنسان سيد فتشسلاف. أي طب... حقوق الإنسان في أمريكا يضربون ويقتلون أكثر من ما هو في روسيا. هذا نوالني. هذا نوالني. بوتين قال أنه ما في علاقة رئيس الدولة من كل ما شار معه. وصمحوا إلى نوالنا أن يغادروا إلى ألمانيا لتطبيب. كان يطبب هناك. بعدين أعطى إلى موسكو. واتهامات ضده. ليس لنشاط السياسي. أنه كانت متهم بمحكمة الجنائية لمخالفات المالية. والاقتصادية. وليس السياسة. هذا أولا. شيء ثاني. هذا أمر ممكن صحيح. وممكن غير صحيح. مثل في روسيا. مثل في بيلاروسيا. الآن ما يأتي في بيلاروسيا. ينقلون مسؤولية على موسكو. هذا غير صحيح. بيلاروسيا دولة المستقبلة. ولكن سيد فتشسلاف. قمة مرتقبة الأربعاء بين الرئيسين بوتين وبايدن في جونيف السويسرية. في ظل كل هذه الأجواء المشحونة والتصريحات المضادة بين البلدين. ما المنتظر برأيك في هذه القمة. قمة الزعيمين. أنا أقول لكم رئي شاكسي أن اللقاء على هذا المستوى رئيس أمريكي ورئيس الروسي لا يمكن أن ينتهي بالفشل. لأن مثل إذا كانت هناك أي شكوك أن هذا اللقاء تفشل. أنا أكيد أن لا من جانب الروسي ولا من جانب أمريكي كان يشجعون هذا اللقاء. إذا يتفقوا على اللقاء معناته يتفقوا على بعض النقاط المشتركة. وفوارك موجودة بلا أي شك. خلافات في أوكرانيا وفي سوريا. خلافات في أوكرانيا وخلافات في مناطق أخرى في أفغانستان وحول الصين الشعبية. وخلافات عديدة. ولكن لا يتركز برأيانا على الخلافات. يتركز على نقاط الذي يتفقوا أن في هذه النقاط يمكن أن نتوصل إلى الاتفاق المشترك. أولا هذا قضية البيع. قضية الأوضاع في حوض الأركتيك. محيط الشمالي. لأن هناك حدود أمريكية وروسية قريبة جدا. وكذلك بعض النقاط مرتبطة مع أسلحة استراتيجية. لأن مددوا هذا الاتفاقية لمدة عدة أشهر. ولكن هذا الاتفاقية تحتاج بالتأكيد. والمتابعة. ولأن هناك وقائق جديدة. هناك وقائق الوجودة الصين الشعبية. الصواريخ متوسطة المادة. لانتشار منفوضات صاروخية بمشاركة الصين. وبمشاركة الدول الأوروبية وأمريكا. يعني مسائل عديدة. لازم أن يتركز. روسيا مستعدة عند استمرار التفاقية. سؤال أخير إليك في هذه المقابلة. لو سمحت لي. جو بايدن قبل قليل في مؤتمر صحفي في بريكسيل. تحدث عن نقطة أنه في خطة النايتو في 2010. كانوا يعتبرون روسيا شريكا مع حلف شمال الأطلسي. ولم يكن هناك ذكر للصين. في هذه الخطة الجديدة الاستراتيجية لـ 2030. النايتو يحذر من الأعمال العدائية لروسيا. ويحذر كذلك من الأعمال العدائية للصين. النظام العالمي. كيف هو الآن؟ هل هذه علاقة عداوة حرب باردة جديدة؟ أم كيف تصفها؟ يلفط النظر أن اللقاء القمة في يوم الأربعة القادم. كانت مرتبط كذلك مع هذا اللقاء اجتماع الدول السبعة. وكذلك اجتماع القمة لخلف الشمال الأطلسي. يعني بايدن تتواجه إلى جينيف وهو يعتبر أنه كسبة. أوراق قوية للمفاوضات دعم المجتمع الغربي لمفاوضات مع بوتين. وأنا أتصور أن هذا لا يفيد لبايدن. لأننا نفهم جيدا أنه ليس تحل في الشمال الأطلسي. أما هناك الدول. عندنا علاقات لا بعث بها مع ألمانيا. مع إيطاليا. ومع فرنسا. ومع بريتانيا. بغض ناظر القول بوريس جونسون أنه يهدد لروسيا. ولا. نحن نعرف أن علاقاتنا مع بريتانيا أصبحت أفضل من ما كان في السابق. لذلك ليس هناك موقف الاتحاد الأوروبي مواحد. هناك علاقات روسيا مع دول مختلفة. ونحن نفهم أن المتحدث الأساسي والحوار الأساسي مع أمريكا مع جو بايدن. رئيس ولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتازوف. كنتم معي مباشرة من موسكو. إذن وفي خضم أول رحلة خارجية لرئيس الأمريكي جو بايدن. منذ توليه لمنصبه لحضور قمة مجموعة السبع. وجد استطلاع رأي جديد لشركة إبسوس أن 52% من الأمريكيين لديهم ثقة كبيرة في بايدن للتفاوض عن بلادهم مع آقادة العالم الآخرين. بينما لا يثقوا 30% من الأمريكيين برئيسهم. أشار هذا الاستطلاع أيضا أن 53% يثقون في بايدن للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجه التحديد. وتقول الأغلبية أنهم يثقون في بايدن للقيام بشيء الصحيح فيما يتعلق بشؤون العالمية. في حين أن 42% لا يثقون كثيرا في رئيسهم للقيام بذلك. أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائر لابيد بأن على بلاده تغيير طريقة تعاملها مع الدموقراطيين في الولايات المتحدة. قائلا نحتاج إلى تغيير طريقة عملنا معهم. والحكومة الكراهية المتحدة مع قادة الأحزاب اليمينية أكد نتنياهو أنه سيطيح بالحكومة الجديدة في وقت سريع. وأكد أن حكومة بنت ولابيد تشكل خطرا على إسرائيل. إذن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها اليميني نفتل بنت تتألف من 27 وزيرا بينهم 9 وزيرات. ومن بينهم مزراء عرب كذلك هو عساوي فريج الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي. لنلقي نظرة فاحصة أكثر على تشكيلة هذه الحكومة ضمن العرض التالي. ترجمة نانسي قنقر وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتايا مغادرة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بأنها تطوي إحدى أسوأ محطات الصراع. عذرا اشتايا أدانا أيضا دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتل بنت للاستطان. محذرا من أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها. وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتل بنت. دعم الاستطان وخاصة في المناطق المسماجين. ونجدد التأكيد بأن شعبنا سيواصل تصدي لتلك المحاولات التي مارسها سلفو. الذي طويت صفحته ونرى أنه لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إن هي لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة. الذي بات تعداده يزيد عن تعداد الإسرائيليين بين النهر والبحر. معي مين الناصرة المحلل السياسي وديع أوديم. مرحبا بك معنا سيد وديع فيها العربية الليلة. ما دلالة وجود وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة اليميني نفتل بنت. وشكل العلاقة كذلك مع السلطة الفلسطينية إذن. نعم أولا أخي الكريم وجود وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية هو أمر مسبوك. كانت بعض الحكومات قد تضمنت وزراء عرب. منهم الوزير الثقافة والرياضة من حزب العمل غالب مجادلي في حكومة إهود أولمرت التي سكتت عام 2009. وهناك طبعا نواب وزير. هذه المرة جاءت تعيين ببساطة لأن حزب ميرتس الصهيوني اليساري شارك في الإتلاف. وهذا حزب عربي يهودي وهناك مصوطون وهناك نواب عرب في هذا الحزب. هناك نائبان عربيان. غيداء ريناوي زعبي هذه السيدة من مدينة الناصرة. وعسام الفريج الذي أصبح الآن وزيرا للشؤون الإقليمية من مدينة كفر قاسم. أنا لا أعتقد أن هناك دلالة. الدلالة الأكبر والأهم هي مشاركة حزب عربي وهي القائمة العربية الموحدة. نعم الحركة الإسلامية بين المزوجين في دعم الإتلاف الإسرائيلي بشكل مباشر. هذا أمر غير مصدود منذ انتخابات عام 2009. هذا كيف يؤثر على الملفات التي تمثل الفلسطينيين؟ الفلسطينيين تحدث عن ضفة وغزة وتتحدث وكذلك عن عرب الداخل. داخل الخط الأخطر؟ نعم قبل ذلك دعني أقول بجملة واحدة. هذا يرتبط بالتقرير الذي عرضه أعرضته قبل قليل. نتنياهو بنفسه الذي كان قد ارتكب عدة أخطاء وزرع بذور الإطاحة به بنفسه بكلتا يديه. لعدة أسباب منها هو الاعتماد على نواب عرب ومحاولة تشكيل حكومة بدعم النواب عرب. بما أدى إلى شق الطريق أن يتجرأ خصومه على تعيين أو على إشراك هذا الحزب المقامة العربية الموحدة في الإطلاف الحاكم. وهذا أمر لا بد من التوقف عنده. بما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنا أقول لك أخي الكريم لا يوجد هناك أي فارق. وبالعكس هذه الحكومة تتعرض إلى مزاودات وهناك تجاذبات داخلية. وبالتالي هي تضطر لأن تثبت وطنية من خلال المزيد من الاستطان ونزيد من التهويد. نعم. لكن سيد وديع تصريحات نتنياهو تعكس وحصت تصرفاته رفضه لتسليم السلطة بشكل ودي. وتحذيرات من أنه ربما يسن السكاكين لإسقاط هذه الحكومة ربما من خلال افتعال شيء يؤدي إلى انتخابات جديدة. لو حدث هذا السيناريو سيد وديع هل ربما يمكن أن يعود نتنياهو؟ نعم. يخطئ من يستخدم مصطلح نهاية عصر نتنياهو. نتنياهو السكت صحيح. ولكن لا تنسى أن هذا الرجل مجرب له مكانته في صفوف الإسرائيليين لعدة أسباب منها طول المدة الزمنية. هو صاحب أطول مدة زمنية في إسرائيل في سادة الحكوم. هو صاحب تجربة له حظ. فترة الربيع العربي والتطبيع وفترة وجود أصدقاء له في العالم. إسرائيل استطاعت أن تشك في عصر نتنياهو الكثير من الصداقات وكان يتمتع بشبكة علاقات من بيتن إلى ترامب. ولذلك ينبغي يأخذ ذلك بالحسبان. بالمقابل خصومه وحكومته هشة غير متجانسة وقليلة التجربة وتقوم على فارق صوت واحد. ولذلك كل هذه العوامل تقول أن الباب مفتوح أمام انتخابات خامسة. ربما تكون هذه فرصة أخيرة لينتنياهو العودة إلى سادة الحكومة. نعم. طيب سيد وديع مسيرة الأعلام التي يستعد المستوطنون لإقامتها غدا في القدس. كانت محل جدل كبير كذلك. ما هي آخر المعطاية؟ هل فعلا ستقام هذه المسيرة؟ وما تأثيرها كذلك؟ ما الرد الفلسطيني؟ وكذلك أثرها على هذه التشكيلة الهشة كما ذكرت؟ هذا أول امتحان حقيقي وكبير وخطير لحكومة إسرائيل الجديدة. هي من جهة تريد أن لا تبدو ضعيفة. وكنا قبل قليل أنها تتعرض للمزاودات. ونتنياهو فورا سيعد لها لاحة اتهام أنها تراجعت وأنها خنعت وأنها خضعت. ولذلك في المقابل هي تريد أن تنظم هذه المسيرة بشكل آخر. ولكن دون إشعال فتيل نار كبيرة في القدس. دون أن تحرج حركة حماسة التي أعلنت أنها ستطلق صواريخ أو أن لا تكف مكتوفة الأيدي. ولذلك قال وسير الشرطة الجديد عمر بارليف اليوم أن المسيرة ستسير كما كان مخطط لها. ولكن بنفس الوقت ألمح إلى احتمال تغيير مصارها من خلال القول أنه يترك الأمور بنهاية المطاف إلى مفتش الشرطة. وعلى ما يبدو سيتم تغيير مصارها بطريقة التي تسير بجانب منطقة باب العمود بمجاوعة البلدة الكديمة. ولكن بخلاف المصار السابق. وبذلك يكون نوع من التسوية والنزول عن الشجرة حيث لا تبدو ضعيفة. ولكن بنفس الوقت أيضا لا تفجر صراعا في أول يوم لها مع الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك ودي عواودي المحلل السياسي. كنت معي مباشرة من الناصر. واجهت بن يمين نتنياهو لحظة محرجة بعد أداء الحكومة الجديدة. اليمين الدستورية عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة. ليأتي ياريف لوفين ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة لهم. حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما يجلس نتنياهو في كرسي المعارضة. ترجمة نانسي قنقر قررت الحكومة الإسرائيلية السماحة بمسيرة العلم للمتطرفين والمستوطنين في القدس غدا. وقالت الحكومة الإسرائيلية أن الشرطة قادرة على الحفاظ على أمن المسيرة. من جانبه قرر أفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي رفع درجة الاستعداد للسناف القتال مع غزة على خلفية المسيرة. مؤكدا أن الوضع متفجر فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها استعدت لمواجهة أعمال عنف في مناطق متفرقة من إسرائيل. أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام على 12 من قيادات الإخوان في قضية فضي اعتصام ربعة. ومن ضمن الذين أيدت بحقهم أحكام الإعدام مفتي الإخوان عبد الرحمن البر والقياديان محمد البلتاجي وصفوة حجازي. إضافة إلى أحمد عارف المتحدث السابق باسم الإخوان. وقال مصدر قضائي إن الأحكام الصادرة هي أحكام نهائية وواجبات النفاذ. مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي تؤيد فيها أحكام الإعدام ضد قيادة الإخوان. القضية شهدت أيضا الطعن على حكم المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع. لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت سجنه 25 عاما. فاصل نواصل بعده الليلة. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد. في مقابلة خاصة مع العربية أجراها معه الزميل طاهر بركة. إن إيران والسعودية أصدقاء وجيران. وإن على البلدين التعاون لأن المنافسة تضر بدول المنطقة على حد قوله. أعتقد أنه يتوجب على شعوب المنطقة وبلدانها أن تقوم بإدارة المنطقة في شكل جماعي وبالتفاهم الكامل والتحلي بروح الصداقة والإخاء. إن اتحاد بلدان المنطقة هو مبدأ في غاية الأهمية. إن أي منافسة بين بلدان المنطقة تضر بالجميع. وخصوصا بإيران والسعودية. نحن إخوة وأصدقاء وجيران. ولدينا مصالح مشتركة. يجب أن نتعاون لإدارة المنطقة وأن نبني علاقاتنا على أسس العدالة والاحترام والصداقة. وقال نجاد إن العلاقات بين بلده والسعودية كانت جيدة. داعينا البلدين للتعاون لضمان استتباب الأمن في المنطقة. كان التفاهم هو الأساس. في تلك الحقبة لم يكن هناك سجال كما هو عليه اليوم. ولم يحصل أن أهان الطرفان بعضهما البعض أو تبادل التهديدات. وينبغي أن نعود إلى الصداقة والإخاءة. يجب أن نرى تطور أي واحد مننا هو تطور للآخر. والعكس صحيح. وأن نعتبر أمن الآخر هو أمننا. نجاد أضاف في مقابلتها أنه وجه رسالتين لولي العهد السعودي. ولعبد الملك الحوثي طلب خلالها العمل على إحلال السلام في اليمن. في حين أنه طلب من الرئيس الأمريكي تبديل السياسة الأمريكية في المنطقة. أنا بعثت رسالة إلى ولي العهد السعودي. وفي الوقت ذاته بعثت رسالة مماثلة إلى عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الوضع في اليمن. وطلبت منهما أن يجتمعا ويصنعا السلام. كانت تلك رسالة تاريخية. وبالطبع أرسلت نسخة منها إلى الأمم المتحدة. لكن رسالتي إلى الرئيس جو بايدن كانت مختلفة تماما. فبايدن يرأس إدارة تسعى للهيمنة على العالم والانتهاك حقوق الدول. طلبت من بايدن تبديل السياسة الأمريكية. وأن تحترم بلاده الشعوب ومبادئ العدالة والحق في تقرير المصير. قررت الحكومة التونسية رفع قضية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وبقية نواب الحزب. وذلك على خلفية ما اعتبرته تهجما وتهديدا استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة شؤون الاجتماعية. وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على رفضها لهذه الممارسات التي وصفتها بالمخلة بالنظام الديمقراطي. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونواب الكتلة قد طالبوا برحيل حكومة المشيشي إلى جانب رئيس البرلمان راشد الغنمشي. تزيد ايداني اللي حدودة لهو مليئة المليئة من فلوس الشعب ميشة ليهم هومة والمديئة يزيدهم غير قانونية والشعب البرة فلس والشعب جعان والشعب يزيدوا فيه في كل شيء وانهار يجيوا يسابسلوا 50 جامعية نددت و70 حزب طالبين العتسان ورحيل المشيشي. يرحى المشيشي ويرحى الغنوشي ومعشان الأشخاص في مجلس النوال ساقتين شكلا انتوبوا حزبكم والمعارضة الكرتونية بتاعكم. مضت أكثر من 40 سنة على أول مؤتمر تأسيسي لحركة النهضة. هذه الجماعة المثيرة للجدل انطلقت من السرية إلى العلنية. الحركة تتهم بأنها المتسبب الأول والوحيد في الأزمات المتتالية التي تعيشها تونس على المستويات السياسية والاقتصادية. ولد عبد الله. عشر سنوات من الحكم مع حركة النهضة بشكل مباشر أو خلف السطار وفي الكواليس. عشر سنوات تعمقت معها أزمات تونس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كل هذا مؤامرة ومن يعتقد أنه رئيس لمؤسسة هو رئيس للدولة فهو مخطئ في العنوان. أخطاء حركة النهضة في مختلف المجالات وصلت إلى سدة الحكم وتجسدت في الخلاف بين الرئيس قيس سعيد القادم إلى رأس هرم السلطة من خارج منظومة الأحزاب. ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول الصلاحيات والتعيينات واحتواء القصبة. حركة النهضة تتحمل المسؤولية ما نحن فيه باعتبارها حركة سياسية لم تقع تونستها، لم تتجاوز أزمة الديمقراطية الداخلية وأزمة الطبيعة المدنية إلى جنب افتقار مشروع اجتماعي لتونس. حركة النهضة المأزومة بالحكم وإكراهاته عاشت مؤخراً أزمة داخلية بين رئيسها على مدى عقود. ومجموعة من قيادات الحركة انتفضت ضد سياساته فيما عرف بعريضة المئة الذين طالبوا برحيله من على سدة حكم الجماعة ليلجأ الغنوش إلى سياسة رد الجلود الغليظة وهو ما أجل المؤتمر الحادي عشر للحركة إلى أجل غير مسمى. هكذا خططت النهضة للاستلاء على الحكم سنة 2012 وهكذا سيطرت على مفاصل الدولة ورهنة القرارة التونسية إلى الدوائر الأجنبية وتنظيمات المتطرفة. لا أحد يهدد النهضة ولا سعيم النهضة. واليوم تهدد النهضة كل معارفها الرافيضين لسياساتها ولو بشكل سلمي عبر منع التظاهرات وقمع المحتجين في الشارع. يا غنوشي يا عميل إس أولادك واستخيل. تيلة نصف قرن من الزمن مارست حركة النهضة أشكال التلون كافة للانقضاظ على الحكم والبقاء فيه. الحركة المأزومة اليوم داخليا وخارجيا تمارس سياسة النعامة أحيانا وسياسة التهديد والوعيد لخصومها أحيانا أخرى. وليد عبدالله العربية تونس ومن تونس مع الدكتور علي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. الدكتور علي أهلا بك. معنا تونس لطالما كانت بلدا علمنيا فكيف صعد الإسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة بهذا الشكل. مساء الخير وتحية لكم ولكل السادة المشاهدين. أعتقد أن حركة النهضة جاءت في إطار وضع إقليمي ودولي. يعني هي موجودة منذ نصف قرن وليس منذ أربعين سنة. ولكن صعدت إلى الحكم في العشر سنوات الأخيرة. وهذا الصعود كان أيضا متزامنا مع ظروف 2011 التي سميت بالربيع العربي والتي سقطت فيها العديد من الأنظمة. والتي كانت فرصة من طرف القوات الدولية لتجربة حكم تيار الإسلام السياسي الذي ابتدأ بتونس. ثم توسع لحظة مصر. ولكن شعبيا دكتور علي. الشعب التونسي كان يبدو لوهلا أن نبضه ليس باتجاه الإسلام السياسي. فكيف وصلت النهضة إلى ما وصلت إليه اليوم في تونس؟ النهضة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم نتيجة عدة أسباب. هناك الفراغ السياسي. نحن نعرف أن التجربة التونسية تختلف عن التجارب الأخرى. حيث أنه منذ بداية تغيير الأوضاع السياسية في 2011 تم حل الحزب الحاكم. وتم إلغاء الدستور القديم. وحاولت حركة النهضة أن تضع كل مطالبها بدعوة أنها تدخل في جمهورية جديدة. ولكن الرأي العام كان في البداية ربما كان يعمل خيرا في أن هؤلاء يمكنوا أن يشكلوا إنقاذا للوضع السياسي والاقتصادي. هل الدكتور علي من باب الممنوع مرغوب؟ ولكن ببعور الأيام اكتشف الرأي العام؟ من باب الممنوع مرغوب؟ بطبيعة الحال أعتقد أن حركة النهضة التي كانت تأسست منذ 1970 كانت تروج دائما أنها عندما ستكون في الحكم. فإن كل الأوضاع ستتغير نحو الأفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وغير ذلك. لكن عندما وضعت على محق الحكم يمكن القول أن اليوم بنوع من الرؤية المتعمقة يمكن القول أن حركة النهضة وطيال الإسلام السياسي عموما سقط في فخ الحكم. لأنه اكتشف أن إقرهات الحكم هي غير إقرهات المعارضة. ولهذا السبب يمكن أن نعطي مثالين على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. على المستوى السياسي دخلت تونس في منطقة الزوابع أي في منطقة عدم وجود حكومات مستقرة. هناك حوالي تسعة حكومات في عشر سنوات وبطبيعة الحال نظام سياسي تغير بشكل كامل هو نظام شبه برلماني. ولا نجد أي نظام برلماني في العالم العربي قد نجح. الوضع الاقتصادي نحن نقول أنه عندما سقط النظام القديم كانت لتونس 25 مليار دينار كديون. اليوم أكثر من أو حوالي 100 مليار في ظرف عشر سنوات. أي أن نسبة الديون تضاعف الثلاثة مرات. العمليات الإرهابية أيضا أصبع هنا من 2011 إلى اليوم أكثر من 70 عملية إرهابية. الوضع الاقتصادي من حيث المديونية ومن حيث التضخم وجعل البلاد التونسية تعيش وضع أشبه ما يكون بالإفلاس. وبالتالي لا نعتبر أن هذه التجربة ناجحة والإسلام السياسي سقط في فخر الحكم وعليه أن يراجع الكثير من مقولاته ومقارباته. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس. صرح المتحدث باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم علقت ليوم غدى الثلاثاء. بعدما نشب شجار ومشدات كلامية بين النواب إفراء خلافات على بعض الملفات. فيما تعالت الأصوات ورفعت الجلسة حسب ما نقل خلال بث مباشر للجلسة البرلمان. معي من القاهرة رمزي رميح مستشار من منظمة الليبية لدراسة الأمن القومي. مرحبا بك معنا أستاذ رمزي عبر الشاشة العربية. على ما الخلافة الذي تطور إلى شجار في البرلمان الليبي. أهلا بك أخي العزيز أستاذ صهيب. وأهلا بكل متابعي العربية الليلة في قاناة العربية الموقرة. باختصار شديد جدا أخي العزيز أستاذ صهيب. جلست اليوم تحديدا لمناقشة بنود الميزانية وليس إقرارها. ثم مناقشة موضوع المناصب السيادية. للأسف الشديد منذ أول دقائق تحدث العضو الموقر الأستاذ النائب مصباح دوما. وفق ما تنص عليه اللايحة الداخلية لديه نصف ساعة كاملة. يتحدث فيها عن رؤيته لبنود الميزانية والمناصب السيادية. بدأ حديثه بكل وطنية وبكل شجاعة حول استنكاره واستنكار كل ليبي وطني حر. ما قامت به تركيا وما قام به وزير الدفاع التركي أمر أصبح ظاهر للعالم وليس للليبيين فقط. استنكر هذا الأمر وقال كعضو مجلس نواب لديه حق الرقابة. قال نطالب المجلس الرئاسي للحضور للمساءلة حول هذا الأمر. يعني الوجود التركي في ليبيا. هو أمر مستغرب مستهجا أن يقوم عضو مجلس نواب آخر ليبي محسوب على الليبيين. ويدافع عن هذا التصدق المشيين. سيد رمزي. عدنا فقط لديق الوقت الليلة تكتنتهي في آخر دقيقة. عن الوجود التركي والمتزقة الذين جلبتهم تركيا في ليبيا. لحظات. نعم. هل هناك أمل في إنهاء هذا الملف أم ليس بعد؟ سوف أجيبك بعد لحظات. مدينة هذا النائب الآخر أصدرت بيان حكماء وأعيان وأهالي هذه المدينة الموقرة. أصدروا بيان تبرأوا فيه من هذا النائب. وطالبوا بتجميد عضويته والتحقيق معه. أجيبك أخي سهيل. اليوم صرح الرئيس إمانويل ماكرون. صحيح. وقال لقد اجتمعته مع أردوغان وأبدأ رغبة حقيقية بخروج المرتزقة. أقول لك أستاذ سهيب السر وراء زيارة بعض أعضاء الحكومة التركية بهذا الشكل طلبوا من المجلس الرئاسي ومن الحكومة بشكل واضح أرجوكم أطلبوا تمديد وجود الأتراك. العالم لم يعد يريد وجود لتركيا في ليبيا. ونحن قبل العالم نحن أسياد على أرضنا أستاذ سهيل. نعم شكرا جزيلا لك هم يطالبون تمديد وجود الأتراك وأنا يطلب مني عدم تمديد وقت هذه المقابلة أكثر لأنه وقتنا يكاد ينتي. شكرا جزيلا لك رمز رميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي من القاهرة. إلى فاصل ونعود بعدها ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أدان السفير الفرنسي لدى السعودية إطلاق الميليشيات الحوثية مسيرة مفخخة سقطت في مدرسة داخل عسير. وقال السفير الفرنسي للعربية إن هذا الهجوم همجي وغير مبرر. أعلن رئيس الوزراء البريطاني تأجيل رفع القيود في بلاده لأربعة أسابيع إضافية حتى التاسع عشر من يوليو لمواجهة تفشي فيروس كورونا خصوصا مع انتشار السلالة الهندية. نحن نواجه اختبارات صعبة الآن. كان من المفترض أن نبدأ في تخفيف القيود ورافعها بداية من الحادي والعشرين من يونيو الجاري. لكننا قلقون من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا. فبريطانيا شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 64%. وورف العناية المركزة تعد بالمرضى. لذا فإن رفع إجراءات الإغلاق في الوقت الحالي قد يتسبب في آلاف الوفيات. لذا سنؤجل هذه الخطوة حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. لنضمن توفير اللقاحات للناس وتطعيمهم وحمايتهم لمواجهة الفيروس. الخبر الأخير في هذه الليلة يحتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم بعيد ميلاده الخامس والسبعين. وكان الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون أحد أكثر رؤساء إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يظهر كثيرا في العلن بعد نهاية ولايته في يناير الماضي. إلا أن ظهوره ظهر في خطابين فقط للحزب الجمهوري. أيضا بعيد ميلاد ترامب ننهي هذه الليلة. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.